منتخب وصل تدريباته زي ما قلتلكه طهر محمد طهر حيبقى صعب انه يكمل لانه جاله شدة وبالتالي مش قل من اسبوع وما فيش وقت قدام كابتن حسام البادري لعبت النادي الاهلي النهاردة انضمه ومحمد الشناوي وايمان اشرف ومحمد هاني وعمر السلية وحمد فاتحي ومجدي افشا وهو كابتن حسام البادري قاعد نعم وقال لهنا عارف الاجهاد اللي انتو فيه والتعب اللي انتو فيه لكن كلنا لازم نضحي وان شاء الله يوم السبت لعبت الزمارك بعد المجهود الكبير جدا اللي بزلوه كابتن حسام حيارة النهاردة الاسماء ان شاء الله وانضمه الى صفوف المنتخب لكن الحقيقة عندي خوف لانه توجه النهاردة اعلان التأجيل تصفيات افراخ اللي كانت موجودة عندها تحت 20 سنة وده شوية عمال لنوع من انواع القلق هل مباراة مصر هتقام هناك ولا هم جايين هنا يخلهم جدعان ويلعابوا المطشن ونخلص وده على فكرة اوبشن الاتحاد الدولي ادال كل المنتخبات اللي عايز يلعب المباراتين في مكان واحد ما عندوش ادنى مشكلة وهو الاتحاد الدولي او حتى الاتحاد المحلي يتحمل كل المصاريف بالنسبة للمنتخب الولمبي صلاح محسن قلتلكوا نازلت برد واسامة جلال علاج وكابتن شوقي غريب عمل تدريبات قوية وبدء معسكر جدي جدا للمنتخب ويا رب يلعب المباراتين بالنسبة للمنتخب الشباب اتحاد الكرة تلقى النهاردة اتصال من المدير التنفيذ اتحاد شمال افريقيا عن طريق دكتور جمال محمد علي قالوا ان البطولة هتقام من 15 ل 27 وقالوا انه فيه خطاب رسمي هيرسل اليوم او غدا على اخصى تقدير لاستضافة البطولة انتو عارفين مصر جزائر تونس المغرب ليبيا بيصعد منهم فريقين باذن الله للمشاركة في النهايات اللي المفروض في شهر مارس في مورتانيا باذن الله